احنا لم نسبب مشكلة لحد بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا تسعة مليون من الضيوف انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام لكن بالنسبة للقطاع انا بقول ان الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي لانها تعني تصفية القضية ديت تصفية القضية ديت فمهمة اوي ان احنا نبقى منتبهين لده انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجودة واللي احنا استعبرناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنية في بلاد هذي هؤلاء الضيوف يعني انما الامر هناك مختلف القضية دي قضية قضية القضايا وقضية العرب كلها ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على ارضه واحنا حنبزل اقصى جهد عشان نخفف عنه هنا بالنسبة للمصريين انا عارف ان التحديات بقى لنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن ازمة لازمة لكن عزقنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دي من كل شر وسوق وكان الامر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة حياة وتكلفتها لكن فيه فارد كبير جدا من تكاليف حياة وبين اهدار حياة بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين اهدار حياة وخارب دول مصر حتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم ومحدش هيقدر محدش يستطيع المساس بمصر الا من خلالكم لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وإحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية لكن شعبها كمان شعبها كمان شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على على حفظ مصر وامنها اوعوا اوعوا حد اوعوا حد يزين لكم يزين لكم او يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الأخرى مش هايز اطول عليكم اكتر من كده مبروك مبروك ابنانا وبناتنا اللي اتخرجوا النهاردة ومبروك لقصاركم وربنا يا رب يعفزكم وتبقى دايما دايما زخر وقوة وقدرة لمصر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته